أما في لبنان فقد أثارت كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان الدياب استياء ديبلوماسيين ووزراء ممن حضروا اجتماع السراي الحكومي بعد أن ألقى بمسؤولية الوضع في لبنان على المجتمع الدولي السفيرة الأمريكية في لبنان دروثي شيء حملت الحكومة المسؤولية وأكدت أن بلادها لن تترك شعب لبنان وأنه يتم التحضير لرزمة مساعدات وفي رد غير مباشر على انتقادات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله للإدارة الأمريكية قالت دورثي شيء أن هناك من يتهرب من المسؤولية ويلوم على الولايات المتحدة على الشاشات بينما الوضع الراهن يتحمله الأشخاص المعنيون السفيرة الفرنسية بدورها أن جاريو من جانبها أكدت أن السلطة اللبنانية لم تساعد نفسها وأن الرئيس الفرنسي مد يد المساعدة ووضع خارطة طريق لكن لم يؤخذ بها وأضافت أن بلادها دعمت منظمات المجتمع المدني وقدمت المساعدات لها بسبب الفساد المستشري كما تساءل سفير الاتحاد الأوروبي رالف اطراف عن المسؤول عن انهيار البلاد وتزايد أعداد العائلة الفقيرة واستمرار التهريب استدعاهم للشكوى فتعرض للتأنيب هكذا علق نشطون اللبنانيون على وقائع لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن الدياب مع ممثل البعثات الديبلوماسية دياب اعتبر أن حصارا خارجيا هو السبب في انهيار لبنان اعتبار رفضته سفيرة فرنسا محملة دياب وآخرين مسؤولية الانهيار رفض دفع برئاسة الحكومة إلى قطع البث المباشر قبل انتهاء السفيرة الفرنسية من كلامها إن الاستمرار بحصار ومعاقبة اللبنانيين سيدفع حكما لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا البلد وسيكتسب هذا التغيير مشروعية وطنية تتجاوز أي بعد سياسي لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمان باهضان يهددو حياته ومستقبله سيدفعه سيدفعه تتجاوز جزد شعبه من النظارك ومنذر شعبه سيصل اى عسد كبير ما هي حالة السيد أجل، برؤاني الغرض، سيكون لديك، وليست طريق، سيكون لديهم عقل ، وكي أصدقاء، لديهم عقل، في، في،ي سيكون هذا ماذا،